دشنا وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق استلام معدات جديدة وحديثة ببوكات مقدمة من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS بتمويل من البنك الدولي وذلك ضمن مشاريع دعم قطاع صندوق النظافة والتحسين بساحة لحضر موت وخلال التدشين ثمن الوكيل بارزيق الجهود المبذولة من مكتب الأمم المتحدة لتنفيذها مثل هذه المشاريع النوعية وتدخلاتها في العديد من المشاريع المختصة بالبناء والتنمية الخدمات في محافظة حضر موت شاكرا دورهم الكبير على هذه المنحة المقدمة لصندوق النظافة والتحسين بساحة لحضر موت والتي ستسهم في رفع منظومة العمل وتحسين الأداء في جانب النظافة والتحسين من جانبه أوضح المدير العام التنفيذي للصندوق المهندس سهم عبدالهادي بن شبراق أن استلام هذه المعدات تشكل رافدا كبيرا ومهما في سير أعمال النظافة وتحسين وضعها لتطوير مستوى الأداء في العمل بدوره أكد المهندس أحمد عبيد الميسري موثل منظمة UNOPS في محافظة حضر موت والمحافظات الشرقية أن مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع عمل وسيعمل باستمرار بدعم قطاع النظافة والتحسين لتقديم خدمات نظافة متكاملة تهدف لخلق بيئة صحية سليمة لحياة المواطنين حضر التدشين كل من مدير عام مديرية المكلة المهندس صالح العمري ونائب المدير لشؤون النظافة والبيئة بالصندوق المهندس حيدر محسن العطاس وعدد من مدراء الدوائر في الصندوق رأس وكيل محافظة حضر موت للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد سالم باصريح اجتماعا باللجنة الخاصة للموازنة العامة بالسلطة المحلية بالساحل والوادي وضم مديري مكاتب المالية والخدمة المدنية والتخطيط والتعاون الدولي بساحل ووادي حضر موت اشتركوا في القناة